السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم مرة تامية في فيديو جديد على قناة دروس هنتكلم النهاردة في عجالة تامة عن تركاية بسيطة تقدر من خلالها تحصل على اكتر من الف اكاونت زي ما انت عايز الموضوع مفتوح جدامك على منصة جيميل تقدر باستخدام الاكاونتات دي تشتغل في سوق افليت تعمل بيها اكاونتات على موقع سوق تسجل بيها في اي موقع انت عايزه وكل البريد الخاص بالاكاونتات دي هتستلمه في اكاونت واحد يعني خلاصة الموضوع هيكون معاك اكتر من اكاونت جيميل بدون رقم هاتف باستخدام ايميل واحد بس والموضوع طبعا لعبكو وانتو مش فاهمين حاجة عشان كده بقول لك كمل معي البيديو للنهاية عشان تقدر تفهم انا باقصد ايه. البيديو هيبقى صغير جدا جدا عشان كده يلا بينا نخش على الشرح العملي. كل اللي احنا نحتاجه شباب علشان نفهم الطريقة دي هو الرابط اللي هتلاقيه تحت في الديسكريبشن. دي تهدوين انا عملها لك على موقع دروس فيها الاداة اللي انت شايفها قدامك دي. عشان تشتغل في موقع سوق دوت كوم عشان تقدر ان انت تكاريت اكاونت لكل عميل لازمك ايميل جيميل. طب تقدر تجيب من يل الايميل ده لانك كل مرة تسجل في جيميل يطلب منك رقم موبايل شكل وغير كده هتضيع وقتك على الفاضي. بنعمل حركة بسيطة كده وتركها بسيطة برمجيا باستخدام الاداة اللي انت هتلاقيها تحت في الدسكريبشن. عندنا ايميل جيميل رئيسي. وليكن اسم الايميل ده دروس. هحطه هنا. ده كده اسم الايميل الاساسي بتاعي اللي هو دروس دروس. الاميل اللي معك دلوقتي. لو حطيت الايميل ده جوه الاداة دي في الخانة اللي ظهرها قدامك هيبدأ يطلع لي منها ايميلات تقدر تسجل بها بحسابات منفصلة. يعني الاول ايميل ده لو سجلت بيه هيتكرت معك اكاونت عادي. تاني ايميل لو سجلت بيه هيكرت اكاونت عادي برضو مع ان الايميل الرئيسي هو دروس. يعني اي حد هيبعت ايميل على الايميل ده هيوصل للايميل الاساسي. لو انت اخدت الاتنين وتلاتين ايميل دولا. بعدت لهم ايميلات هيوصل كل الاتنين وتلاتين رسالة هتوصل على ايميل واحد بس. اللي هو الايميل الاساسي. مش فهم او مش عارف ان توسط لكم الفكرة ولا لا. عشان كده ولياكم مسلا دروس بالشكل ده طبعا مغاير العربي. ولياكم ده الايميل بتاعك. تمام? تخيل معي طبعا الادا وكفت خالص لان انت عديت الحد الكامل زي ما نشايفين الفين ايميل ظهر معي. انا اقدر اخد الالفين ايميل دولا اكايد بيهم الفين اكاونت على موقع سوك دوت كوم او على اي موقع تاني والرسائل اللي هتيجي على الايميلات اللي ظهروا قدامك دي هتيجي على الايميل الرئيسي اللي كتبنا في وجه عشان نحصل منه على الملحقات دي. مش عارف والله انتو فهمتو ولا لا بس دي الفكرة ودي التركاية. وانا وفرت لكم الاداة دي موجودة على موقع دروس عشان تبقى مرجع اساسي لكم. طبعا المتصفح عمل معي لان انا عديت الحد زي ما تشافين بالشكل ده. هدوس على ويت وهستنى ما فيش مشكلة. طبعا انت ما تحطش ايميل طويل جدا بالشكل ده. حاول تحط ايميل بصير. ولحد كده اكون وصلت لنهاية الفيديو. البسيط جدا جدا ده اللي هساعدك في اكتر من حاجة. بعد كده في سلسلة افلية بلاس اللي هتلاقيها موجودة على قناة الدروس. الحلقة اللي جاية بازنا ده هنتكلم عن ازاي تقدر تحصل على ايميل جيميل بدون رقم هاتف. يعني تسجل اساسا في الجيميل بدون ما تستخدم رقم الهاتف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة